ونتكلم عن الفوز اللي حقاقه النادي الاهلي مبارح على رجاء المغربي وصحيح انه فوز غير مريح شوية لانه بهدفين مقابل هدف واحنا عارفين الجون عندنا باتنين فالاهلي قضاعة كمان ضربة جزاء مبارح في الدياستين وكده تكون المواجهة العودة في كازابلانكا مع رجاءة تكون مواجهة صعبة جدا على الفريق طبعا هنا وسط الجمهور الموضوع بيكون مختلف علشان كده كان نفسنا ان احنا نستغل المباراة بنتيجة افضل من كده لكن على كل حال مبروك للعيب النادي الاهلي وان شاء الله نركز اكتر في اللي جاي احنا نتكلم عن اللقاء بكل التفاصيل معنا في الستوديو الناقد الرياضي محمد عفيفي صباح الخير عليك يا محمد ورمضان كريم كل سنة وانت طيب صباح الخير هدير هنم صباح الخير وستاذ أحمد صباح الخير على كل مشاهدة صباح الخير يا مصر اينما كانوا وكل عام واخوتنا المساحين بألف خير ويا رمضان كريم على الجميع يا رب ان شاء الله شفت مباراة ازاي التشكيل وبداية المباراة والاهلي كان ضاغط في الاول لكن ضاع برضو فرص كتير جدا في الشرط الاول كان ممكن يخلص تلاتة واربعة ونتيجة كانت تختلف عن كده مية في المية انا اشوف هقولها بالعكس الاهلي لم يقدم ما يشف عليه وان يفوز بنتيجة اكبر يستاهل لانه اللي يضيع يحصل فيه يستاهل اللي هو مبدأ معروف على مكورة القدم الاهلي كان عنده فرصة كبيرة جدا في الشرط الاول لما بتتهاون يحصل فيك كده صحيح ابفقار بيتسو موسماني ما تستسهلش علشان ما تتخدش على اخوانا ده اللي حصل الراجل رشيد التوصي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي في ديئة 36 غير اقاع فريق الرجاء المغربي لانه كان فيه خطأ فيه تحديدا اللعب الياس حداد اللي خرج في ديئة 36 نزل مكانه في بريس المهمة علشان يزبط الاقاع لانه لقى غلط بشكل مبكر طيب المفروض انه الاتنين اللي على الخط الفني لرجاء بيعملوا زي شاترانج ما بينهم وما بين بعض على الخط في انت حولتك في انت عادلتك انت لعبت تلاتة اربعة تلاتة اختار دعيبة مميزة لكن محمد هاني دافع يهاجم مالوش ولا رفعة مميزة ما شفتش ولا رفعة مميزة بيجري بس على الخط بيدافع بس بشكل كويس نفس الكلام بالنسبة للجهة اليسرى نفس الكلام غياب علي معلول اصابة العضلة الضمه مؤثرة بشكل او بغير ايمن اشرف يعني دور الدفاعي بيشيل في مكان علي معلول لكن مش الوفارات اللي بتحصل مع علي معلول مش هجوميا دي مشكلة طيب دي تاني مباراة بعد مباراة المصري انت عندك اطراف شغالة ومباراة الاتحاد نفس كلام بس ومباراة الهلال وكنت عملت مدخلة هنا في صباح الخير يا مصر يوم الاثنين ما قبل الماضي تحديدا ما قبل اليوم او ما قبل يوم القرع بيوم واحد واتكلمت عن انه في مباراة الهلال انت تفوقت لكن عندك اطراف شغالة ما عندكش حد بيجيب فاني توجيه دربات رقصية محمد شريف لازم يتطور محمد شريف جاله فرص مهيئة انه كان يخلص من بدري مش قادر يخلص من الاخر انا ما كنتش مقتنع ان حسام حسن يجي نادي الاهلي مش الحسام حسن موجود طبعا دي كده بودلاء مش الفئة تعتنادي الاهلي بس هم جابوه مش عايزة اقولها بقصوة شوية بس فكرة انه بلاش فريق تاني ياخدو فاحنا ناخدو لكن هو مش لانه بشكل صريح كده هو مش مقتنع بي اجيبها من الكواليس يعني جبتها يعني هو مش مقتنع انه ده الراجل اللي يبقى السترايكر بتاع الرأسيات رقم واحد عنده النادي الاهلي محتاج مين احنا كنا منشوف اهداف بروسي دوردموند وفولسبورج في الدوري الالماني ازينوحة زي هالند كانت طبعا مع اختلاف انا اقصد انه هجامل بالضبط بتاقيه موجود في اي مكان في منطقة التمنتاشر بيجي له كرة بيخلص الكرة حسين الشحات كان مميز لما برسي تاو كان جناح عارف يصنع برسي تاو بقى رأس حربة طيب انت عايز تغامر وتهاجم في الشوط التاني ما بعد الطرد في ديها ستين ورقل الجزاء ضايعة وليه سلمان بقى له كتير قوي بعيد ما ينفعش ان انت تحطه في مباراة زي دي كبير ونجمة قيل وعلى رأسنا وزي الفل بس ينزل حسام طالما الاطراف شغالة فيه نقص عددي فيه ساحات موجودة لازم تشتغل بالشكل ده لازم يسحب محمد شريف ويخلي محمد شريف غضبان شوية لان ممكن يخلي محمد شريف ويلعب اربعة اربعة اتنين ويمشي المباراة تسرع شوية في ال ايدانج في اخراجه محمد احنا كنا تسعين ديها من الاستحواس وتسعين ديها نقدر نقول من الفرص الضائعة ايضا يعني عندنا كم كبير جدا من الفرص اللي احنا ضيعناها ومن هجمة واحدة لالرجاء فقدروا اللي هما يجيبوا منها جول فالخلل اللي موجود هنا فين علشان ما نقعش في نفس الخطأ تاني في المباراة بتاعة الزهابي هدف عبدالالله مضكور الجيف ديها الاولى من الوقت المحتسبة نضاعم شوط الاول الهدف دلخص الاداء الدفاع بتاع نادل الاهلي في الفترة الاخيرة كلها دلوقتي جمهور الناد الاهلي بقولي يا رب نطلع في مرة ما نستقبلش هدف في مشكلة في قلب الدفاع غياب بدر بنون غياب مؤثر هذا المغربي القادم من الرجاء المغربي منذ موسمين مشكلة انه لعبي الارتكاز في نص الملعب تاني الاهلي ما بيرجعوش قدوا أدوارهم دفاعية ودي مشكلة راجل عبدالله مضكور جاي الواحده من نص الملعب زي ما يقوله القادمون من الخلف مستريحة كورة العرضية حطاها من لمسة واحدة وخلص الهدف مشكلة خط الدفاع النادي الاهلي انه ما بيدعمش من خط نص الملعب ولم لعب بتلاتة في الارتكاز في قلب الدفاع والاربعة قدامه الاربعة طايرين بزيادة شوية فين هو بيدسو مسماني أنا برضو في صباح الخير يا مصر هنا أول ما جي قلت هو أقل من النادي الاهلي لكن هينجح مع النادي الاهلي عنده إنجازات كبيرة ونحن بنمشي بالأرقام زي حد يمسك قد يقولك بالورق أنا مليش دعوة فهو بالأرقام عامل إنجازات كبيرة وفي مشروع ليه مع نادي الاهلي لكن في مثل هذه المباراة ما نفعش مثل هذه الأخطاء ليه تقعد جمهور النادي الاهلي على أعصابه في المباراة جاية عامل زي مباراة السنغال كده في تصفية كاسل عنه يا رب العشر ده الأولى ما جيش في لجول طب الشوط الأول نطلع بتعايد طب هنتراجع ونعمل كبكة بفعية ونلعب على الهجمة مرتدة ويا رب نكسب ونحط هدف في الشوط الأول نلاخفينهم شوية الأمر صعب وليشوفناه من جمهور الوداد والوداد مع الزمالك في دور المجموعات يخلينا نعرف كويس قوي أنه وزي الأهلي في مباراة تقيلة وكبيرة أمام الرجاء في كازابلانكا يوم الجمعة اللاجئية اتحط في الموقف ده بسبب العبيب بسبب الأخطاء التيك تيكية اللي كانت موجودة بسبب بعد الطرد وكأن بيتسو موسيماني هو اللي تلخفن مش رشيد التوصي المدير الفاني للرجاء المغربي وكأنه هو بقى عنده مساحة كبيرة أو مشاة كبيرة ومش عارف عامل بها إيه بس إحنا مبارح شفنا الرجاء فرقة جمعية فرقة بتلعب لعب جماعي بشكل عام يعني بس ما زالت عندها مشكلة في غياب الباكلفت ما في الماء فبكن نلعب على دي يعني دي تكون صغرة لنا اللي احنا نقدر اللي احنا برضو والذلك أنا ذكرت محمد هاني إنه بيدافع بس ما بيهجمش طبعا أنت عندك فرصة كبيرة أو من ناحية المين وحتى لما نزلت أفشا موت أخر طيب خلص أنت كان ممكن تلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد وتخلي أفشا قصان على لعب من البداية هيديك حلول أكبر هجومية أحمد عبدالقادر لي كل اتحايا في بعض اللاعبين أحمد عبدالقادر بقى على وضع التحديد لعب متكامل يمكن لعب من اللعبة اللي كانت من الدراز القديم يعني أعتقد أنه إحنا قدام لعب يعني طيل بشكل متكامل يعني أعتقد ناس كلهم برحك بتتكلم عنه في المنطقة أنا أخذها برضو بالعكس شوية بلس نفخهم بالزيادة لأن العيبة بدعتنا يعني محتاجة النهاية على هادي شوية أحمد عبدالقادر رائع يبقى متكامل مع التقل لأنه محمد عبدالمنع مثلا زعلني شوية محمد عبدالمنع مقاط قيل ونجم كبير وأحد أفضل مدافع الكرة الإفراقية في كأس الأمم الأفراقية الكاميرون 2022 بمسامة 2021 اللي بيعمله دلوقتي مع نادل أهلي لأ عدا مرحلة مش للوقتي خالص لازم يسمع ولازم يبقى هادي على أرض الملعب كل الأخطاء دفاعي من قل بين الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنع مشكلة كوارث أخطاء بالجملة تباعد وقفة غلط بتبص على الكرة متبصش على العيب اللي جاي مع أخطاء نص الملعب فأنت بتستقبل دي مشكلة نادل أهلي وحتى يمكن والله حصل تغييري أنا كنت بتفرج المباراة دي تحتين متفرج مع والديتي والله أول ما شاء المحمد عبدالمنع بيس المسيما يتلع على فكرة الأهلي ممكن يتخطف في الهدف الثاني وكان فيه انفراد وشالها الشناوي صحيح واحد زي دوحب السلاواتنين التحليل الفني ببساطة ممكن أن تقدر تنفزه لو أنت بتسيطر مش تبص البنش وتقول له أنا مش بايجي على بيس المسيما بالمناسبة بس مش كل شيء تقول لهم أنا كنت المفروض يعمل كده المفروض يعمل كده أنت سيطر أنت زع أنت تكلم من على الخط لأنه جالت فرصة كبيرة قوي ما قدرتش أن تتخلص والفريق كبير ما نفعش يخلص مثل هادير فرص هادير سألت سؤاله وكان سؤال مهم خاص بي رد فعل المسيماني في المؤتمر الصحفي حللت أداؤه إزاي رد فعله لأنه شاف أنه لا تنفز اللي في دماغه ولا استغل الفرص ولا لعبين الدول اللي هو عايزه اللي هو عايزه فحس إنه في حاجة غلط مش مالك الأمور ولذلك تنرفز أي حد فينا لما أعمل كل حاجة وما طلعتش بالشكل المطلوب المرغوب فيه طب التغييرات كانت هي دي المطلوبة يعني هولا منطلع حسين الشحات ومحامد الشريف ونزل أفشا ونزل أفشا وحامل فتحي كمان في البداية تغييرات أخبارها إيه يعني عنا بنا مستحوذين جامد الشوت الأولين الشوت الثاني كان فيه حالة من التراجع أو الارتباك مش مفهوم طيب قال يوديان ما كانش يطلع من بدري كده يعني آه هو عنده انظار وكل حاجة بس لا لعب برضو بيعرف يتعامل إنه ما بقاش في حتكاكات كبيرة بس بيعرف يزبط لقاع في النص الملعب دي مشكلة من الآخر كده حمدي فتحي لما بينزل باديل ما بيضفش كتير لما بيبدأ المبرى بيبقى تقيل ينزل باديل ما بيضفش كتير زيه زي لعبين كثر موجودين في أندهية كبيرة بيبقى زي محمد مجدي أفشل لما نزل باديل ما بيضفش كتير مش لقي نفسه طبقا ميل يمين طبقا في النص ما هو زخم بقى وليس لما نزل وناس كتيرة برسي تاو قلتها برضو قبل كتير وقلها تاني برسي تاو شوت واحد ما تاخدش منه أكتر من شوت بس يمكن كلام الناس كلها مبارح كان بعد الطرد انت لئي ما هاجمتش انت طلعت لعب مهاجم ونزلت صانع على لعب فكرة علامات استفهاب كتير أوي هنا برضو في التغيير دا فكر في الهجوم وغير تغييرات المفروض انها تضيف للهجوم بس ما نزلتش رأس الحرب يعني هو شاد محمد شريف يلعب بالشادو سترايكر علشان يخطف زي ما خطف الهلال كده بالهدف بتاع أحمد عبدالقادر والأمسة وحسين شحات خلاصها من أمسة واحدة وكلام صحيح الشفتات اللي كانت بتحصل لكن بيرسي تاوي الدالو لا ما دالوش لأنه جات له كرة قدام المرمى مش عارف يعمل تشيب من أعلى الحارس طب انت جاي بيناك من انجلترا من الدورة الإنجليزية يعني انت راجل جنوب أفريكي وبتاخد بالدولار علشان تضيع فرصة زي دي لا ليه في وسطك يا حبيبي حط الكرة بشكل صح المباريات اللي زي دي هي اللي بتغلي سعر اللعب أو بتاخد اللعب لتحت ونادي وجمهور الأهل ماستحملش آه كسب احنا متدقيقين شوية لأنه حاسين ان الفوز مش مطمئن لأنه آه مش مطمئن مش مريح لأنه المباريات اللي جاية يعني أجواءها صعبة وإحنا عارفين يعني مباريات عماتا شمال أفريقيا معنا بتكون عاملة إزاي وتكون صعب علينا صحيح فكمان هناك الموضوع بيكون أصعب وسط الجمهور ومباريح الجمهور يعني صوته ما كانش بيبطل طول المرش ما في الماء فبتأكيد كان الفرصة هنا أكبر كتير لأنه جات لك الفرص اللي مهيئة أن أنت تخلص لمانه هدف واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وبالمناسبة بس في ناس كتير هتختلف معي ركلة الجزاء سليمة الأولى ده كل الناس بتقول غير سليمة طيب أنا بص أشوفها من ناحية عشان بس أنا راجل بعلق كتير وبتاعه نهاردة عن المجزين بمصر شوفوا الكرة الألوان اللي عليها هي خبطت في رجلو بعد ما خبطت في رجلو هي إيده مفروضة في موسع جسمه شوف الألوان اللي عليها لفت إزاي بعد ما خبطت في إيده في الكاميرا اللي موضحة للناس قولها إنه دي لمست في رجلو بس علش كده ما حادش تكلم علش كده ما لعب أصل الناس بتقول رجاء لو عارفوا كتش أتعدي يعني ما كانتش سأتعدي الكرة آه زاوية الحاكم هو شايفة أنها الناس كده شايفة لمسة للزاوية الثانية مش شايفة لمسة بعد ما خبطت في رجلو شوفوا دوران الكرة لأنها خبطت في رجلو جاءترجع تاني لراجل اللي كان ممرر من ناحية شمال بتاع الأهل لكنها خبطت كده وطلعت كده وراحت لدربها ركنية صحيح فهي لمست في إيده وإيده مكبرة جسمه حال يقول لك أصلها رايبة وجات في جسمه لأ إيده مكبرة جسمه بشكل كبير لأنك ممكن ترجع لعب الأهل وتبقى تجدد هجمة وعيدة وكانت راكل الجزاء سليمة دي وجهة نظر الشخصية بمناسبة يعني راكلات الجزاء لأن السلية قارفنا جاب أول الهدف بتاعه كنت شايف اللي هو كان هو اللي المفروض يلعب الضربة التانية ما في المضايعها هو مسماني يضغط عليها عشان يلعبهم لاتنين طيب هو هو رقم واحد بعد علي معلول وعلي معلول مش موجود ومحمد شريف المفروض رقم تلاتة عندك محمد شريف هو ضيع فرصة ياريت كان خلصها وكده لأنه طرد احنا ما استفدناش به وكان لازم محمد شريف على فكرة كان مهم قوي يجيب هدف المباراة دي يكسب الثقة أكتر لكنها كرة رجعت وجيت طرد وهكذا يعني المفروض أن السلية حط الأولى وكان الحارس هيجيبها والحارس عمل سكاوتنج على عمر السلية بزوايا التزديد لأنهما بيعملوا سكاوتنج على لعبينا واحدين ثلاثة خلاص عارف الزوايا بتاعت بالزبط عمر السلية من الآخر كده محتاج أسبوعين برا كرة ليه بقى لأنه مرهق ذهنيا وبالتبعية الأداء الفني بايز وفنيا أو بدنيا كمان مرهق طب كان في حالة إجهاد بدنيا على الفريق كله رغم أنهم رايحين بقيلهم أسبوع معظم لعابين الدوليين مرهقين زهنيا ما قبل أمم أفريقية مع نادي الأهلي وكاس عالم الأندية ونادي الأهلي مرة تانية ثم منتخب ودد الوقتي موجودين مع نادي الأهلي وما ينفعش يخرج برا حتى لو راحة في البهامز إسبوعين برضو هيفكر في الماتشات لأن الماتشات شغالة ومهمة بالزبط والعابين والعابين محترفين المفروض أنه يبقى فيه راحة لبعض الأيام بس المفروض هما يطلعوا يفكوا شوية عمر السلالة من أكثر الناس الأرهقت وأنهكت ذهنيا صعب أن تأخذ عمر السلالة أكثر من كده لا أغنى عنه بس المفروض أن النادي الأهلي بيفكر في طولة أفريقيا بيفكر في الدوري لازم يكون عنده البديل التقيل اللي يشيل ونا شايف أن محمد فتح ممكن يأخذ أكثر كأساسي مع أليو ديانج ويخلي عمر السلالة في راحة نسبية عمر السلالة لما بيفصل من المباراة ما بيقعش يمكن موسيماني والطووسي الرشيد التووسي اللي اتنين مدرسة واحدة واللاتنين يعني يمكن قالها موسيماني في البقطمر الصحفي مقبل المباراة اللي هما أصدقاء شايف هيتعابنوا إزاي في المباراة يومكم مباراة تكتكية على الشعراء الأكثر تركيزا الأقل أخطاءا الأهلي هيلعب دفاعيا هيترجع مش هنبس نبقى وقعين مش هيهاجم لأنه الرجاء غلطته في هذه المباراة إنه فتح الملعب البداية فالأهلي كلوا واستغلت الفرصتين ديات 13 ديات 23 معركة الجزاء وهدف حسين الشحات والفرص بقى المتتالية في المباراة اللي جاء لا الأهلي مش عايز يستقبل في الشرط الأول فيلعب على الهجمة المرتدة دور بقى بيرسي تاو في هذه المباراة ممكن نعب ميكسيوني هذا اللعب الموجود الموزنبيكي الموجود في تشكيلة نالي ممكن أيضا يلعبين كلعبين سرعة دور أحمد عبدالقادر مهمة أو في هذه المباراة ممكن ما يلعبش بسترايكر صريع ممكن ممكن يبدأ بحسين حسين وهيلعب 3-4-3 برضو لا ممكن نعب 3-5-2 اللي يبتتحول لـ 5-3-2 لما الكرة تبقى معرجاء يعني يلعب بخمسة في الدفاع ويخلي حمدي فتحي سير دباك متقدم مهمة أوي حمدي فتحي في الدور ده من البداية وقلنا حمدي فتحي لازم يبدأ لا بقاش بديل فيبقى 3-5-2 على أرض الملعب ويلعب على هجمات المرتدة في شرط الأول ولازم يخلص كنت بتقول ممكن حسين حسين تشايف أنه ممكن ينزلوا المواتش الجاي بعد الضغط اللي حصل عليه ولا عشان إيه نا لا ملوش ضعب الضغط التكتيك أنه أنت محتاج حد يبقى محطة يتقلع كرة ياخد المدافعين معاه ويبدأ يجمعهم عليه ويبدأ يسنل الكرة واللي جاي من خلف تب ما كان محتاجوا المواتش اللي فات مبارح ومنزلوش أنا مستغرب ومش عارف ليه أنا قامش مقتنع بحسين حسين أنه هو يبقى موجود أصلا في تشكيل النادي الأهلي محترمي ليه لعب كبير وتقيل كان مع اسموها احترف في ليبيا زي الفل ووكل الكل وتمامه من هدافي الدوري بالمناسبة كان الموسم الماضي لكن مع نادي الأهلي أنا شايف أنه عمل زي حسين بولو وكده لما كان جزة مالك مثلا وكان من هدافي الدوري مع اسموحها ومع الداخلية ومع ذلك ما قدمش شيء حسين حسين مش بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي محتاج لعب مميز بشكل مختلف كسترايكر زي فلافجيو كده لما كنا نتكلم لعبين المؤثرين هجوميا لكن النادي الأهلي ينقصه مهاجم تقيل ولا ذلك ما بيكونش من الخيارات الأولى حسين حسين لكن ممكن يطفع به في هذه المباراة لشان يجمع اللعب ويفرغ مساحات اللي جايين من على الأطراف أنه يبقى فيه سرعة أحمد عبدالقادر لما ياخد مع المدافعين حسين أو ممكن شريف يعملها يقوم بهذا الدور لكن شريف في الفترة اللي فاتت فقد الثقة إلى حد كبير وممكن ما يبتديش المباراة اللي جاي في كل الأحوال لازم الأهلي يأمن دفاعه نص ملعبه بشكل أقامن قوي لأنه لو ما ضبطش اللقاع في نص الملعب واتخطف في البداية المباراة تبقى صعبة جدا شايف علي معلول ممكن يكون بيشارك في المباراة دي تحديداً المسلمان يتكلم عنه في المؤتمر الصحف بالتأكيد إصابة الضم خمسة أيام أنا شايف أنه لو ما شوفيش بلاش لأن إصابة العضلة الضم مؤثرة قوي وصعبة قوي عضلة مفصلية لو شارك دون أن يتم شفاءه بشكل تام ممكن الأهلي يفقده في مباراة مهمة متتالية لأنه إن شاء الله لو تأهل النادي الأهلي في السمي فاينال وفاينال في شهر خمسة غير مباراة الدوري المتلاحقة والأهلي كمان دلوقتي متعدل في عدد نقاط أو بفرق نقطة واحدة النادي الزمالك عنه والأهلي عنده مباراة مؤجلة بعد التعادل الأخير لنادي الزمالك في كل الأحوال مباراة تقيلة وضغط كبير على النادي الأهلي للتوفيق إن شاء الله لنادي الأهلي ونستمتع بالمباراة يمجمع محمد بنشكرك شكرا جزيلا النقد الرياضي محمد عفيف أن أنت كنت معنا النهاردة بصباح الخير ودائما معنا كده واتمتعنا بالنقد الرياضي دائما بنستاني أشكركم جدا نورتنا محمد شكرا لك